اشتركوا في القناة بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه ديوء النيرة المتفائلة الطموحة اللي نحن نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد، مسؤولية أمة، مسؤولية أهل، مسؤولية جيل بعدكم، وإن شاء الله تفرحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أن أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع وسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجوة اشتركوا في القناة فيديو، لنقى، على برائوكي مياه المترجم للقناة 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 يطرح نفسه ليه؟ لهذا السبب أنتوا جيل مهمة كنت سعيد جداً أني أشوف أكثر البنات والأولاد اللي كنت قابلهم لخصاتهم مشرفة وكثير منكم كثير منكم مهندسة تشرفوا بكم نحن هذه حظ بلادكم بكم أخواني 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 وجودكم مني اليوم بساطة جداً وعلشان الطرف والطرف الآخر يفكر بصوت عالي لأننا نحن كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومة شركاء في سعادة شركاء في تقدمة شركاء في أمنة شركاء في حتى رسالة ردعه كلنا شركاء لكن في حد مننا من مستلم الراية ويركض فيها وحد مننا من مستلم الراية وفي فترة أن يسلمها وفي حد مننا من عليه الدور أن يستلم الراية جاية لا محالة سنة الحياة فمهم جداً للإنسان يفكر بصوت عالي مثل ما أنا سويت اليوم وأمس أول أمس مع عيالي في بيتنا بيتنا الصغير لما عرفت أني أنا بقوم وبتحدث في جيل بالنسبة إلي أنا فارق السن كبير خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة فحبيت أني أنا أعرف ما يفكرون عيالي والمناسبة جبت واحدة من بناتي اسمها حصة جبت لنا عندها فكار زينة حقيقةً يعني عندي ورقة ما ما جبتها للأسف كانت كاتبت لنا هي روحة فتقول لي أبوي يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها خمسة عشر سنة ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا خمسة عشر سنة وعلى فكرة يوم كان أكثر جيلي عمري خمسة عشر سنة فرحت تعرفون ليه؟ لأن التحدي في المستقبل أعقد التحدي في المستقبل ثجيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقةً صعوبة تعقيدة الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كلنا في محيط صغير في محيط رواحنا أتذكر أول ما قال لي أبوي رحمة الله عليه بتصير ويأنا قنص وعرفت أني أنا بسير برى الإمارات وذاك اليوم برى بوضبي قبل الاتحاد كنت صغير عمري خمسة سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أن ما في شيء اسمه دولة في العالم غير بوضبي أو غير محيطنا الصغير فتفاجأت أن في شيء اسمه باكستان اليوم اللي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمري خمسة سنين بوايت واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم اللي أنتوا تسلحوا به وال التقنية اللي أنتوا تتعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم ولأسباب رئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثير يعرفه وهن اثنين ما لهن ثالث هل نحن نريد نعتمد على الكم ولا نريد نعتمد على النوعية السؤال يطرح نفسه بطريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للكوليتي للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم الكم بحيث أن نحن ننافس بكم دول العالم ألا ألا أنا ما أريد أقول أن نحن نريد ننفذ شركة بوينغ كلكم تعرفون من شركة بوينغ نحن ما نريد ننفذ شركة إيرباس كيف نصنع أحسن طيارة إيرباس نقل سواء مئة مئتين أو خمس مئة راكب وش هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أن نحن النافس فلندا النافس نيوزيلندا النافس حتى كوريا الجنوبية النافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقولها باختصار في ثلاثين ثانية إذا قدرت الدولتين قبل خمسين سنة كانت دول فقيرة بل تحت الخطس يعني الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عند السلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هنا قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهاء المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم ليس في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم نأمن الأمور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث لما انتوا كجيل تستلمون الرأي تستلمونها وانتوا بخير تستلمونها وانتوا بعز تستلمونها وانتوا عندكم القدرة انكم اتطيرون فيها ما تستلمون الراية وانتوا ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على ان التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم ما نقدر نقبل رقم اثنين لازم يكون حقيقة اخواني اخوات ان دولة الامارات مغرية مغرية ليش؟ مغرية لان نحن عندنا اليوم اكثر من عشرين مليون ساعي تقريبا ثلاثة عشرين مغرية لانها فيها اقتصاد قوي مغرية لان فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لان عندنا امن وامان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يجي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويجيك الرقم سبعين في المية من الشباب العربي يبايعيش في الامارات السبب على اساس نحط الامور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيالي هو ان قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش دكية بس لا حكيمة حطت البنية التحتية صح حطت الاساس اللي نحن اليوم نتمتع في ان نتنفس اكسجين في دولة الامارات نقي بسعادة كل اللي يصاير اليوم يعيالي ويشوفه من الشرق الغرب هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم ممعنا الله يرحمهم ويطول عماركم وعمار هلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية خمس وعشرين سنة قدام خمسين سنة قدام أكيد عندنا وحدة في عمر حصة أكيد موجودة أنتو عندكم أهلكم حد عمر خمس وستين سنة أكيد في حد من أهلكم عمر خمس وستين سنة وأكيد حد من أهلكم اللي عمر خمس وستين سنة بخير وصاحي وفرح ويحبكم وانتو تحبونا صح؟ طيب لما نقول خمسين سنة قدام هذا عمر حصة خمس وستين سنة بعد خمس وستين سنة هذا عمرها بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم؟ نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم قبل ما أنتقل الموضوع هذا أريد أن أقول أن ترى أنتو أمل هذه البلاد أنتو مستقبلها وأنتو السلاح الحقيقي ترى مش الثلاثة مليون برميل لا أنتو مستقبلها البلاد أنتو صمام أمانها مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة إنسان ما يقول؟ يقول عشر سنين فاتت علي ما هذا؟ أتذكر يوم كنت في صف لفلانة وأنا اليوم مرت عشر سنين بسرعة لكن لما تنظر الوجه الآخر تقول عشر سنين قدام ومتى بتوصلني؟ لا صدقوني بتوصل لكن المهم توصل ونحن في أمان توصل هذه العشر سنين وبلدنا بخير أنا متأكد اللي شفته في تجربتي البسيطة من مخلطتي البسيطة مع العقول النيرة والويوه الفرحة المتفائلة أن نحن نراهن على الإنسان الصحيح في مستقبل لأمانة كبيرة مثل دولة الإمارات إذا بتسمحوا لي عندي كتاب هداني يا الشيخ محمد بن راشد أخوي يا الشيخ محمد بن راشد جميل حقيقة مش مجاملة في أخوي لا والله لكن من أجمل الكتب اللي قرأت بقراء لكم جمل بسيطة منها لأن أعتقد لو أنا في سنكم بستفيد منها كثير مع أني أنا في هذا السن أستفيد وعيد إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت رأيت التحديات فرصاً في المستقبل ونجاحاً في الناس وطاقات ومواهب يعني الناس هذه الطاقات وواهب أنت بتشوفها إيجابية لكن نحن دائماً ننظر للموضوع بطريقة أخرى أكمل أقرأ في الموضوع هذا لأنه جميل يقول براشد أسوأ شيء أسوأ شيء تفعله هو أن تنتظر لأن الانتظار ضياع الوقت وضياع السنوات وفوات للإنجازات الإنسان الإيجابي لا ينتظر الإبتسامة الحظ الإنسان الإيجابي لا ينتظر الإبتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة هو يسعى منطلقاً خلف أحلامه وطموحاته القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله ويتواضع للناس وينسب النجاح لفريق عمله قبل الأخير في جملة حلوة البوراشة يقول فيها الرياضة تعلمنا الأصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصود بها حسب اعتقادي أنه حتى لو تلعب مباراة بنك بونك مثلاً وتنغلب وتسير تهني صاحبك آخر فقرة بقراها كتابة بوراشد لما أرسل الكتاب لي لأن الجملة فيها وايد تأثرت منها يقول الأخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد على نهيان تعلمنا من مؤسسي الإمارات بأن المستحيل هو وجهة نظر بأن المستحيل هو وجهة نظر وبأن الإيجابية والتفائل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني إذا مشكور يا أبو راشد وينما تكون والله يحفظك إن شاء الله أريد أنتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأخلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلفة وأنا أقدر أقولك كل وجهة نظر صحيحة بنسبة وتناسب لكن خلوني أقولكم من وين نحن نجينا لهذا الموضوع أو وين حطيناه العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة الإمارات تتريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدا اجتماع وبعدين تركب الطيارة لبريتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع بلادك أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشنا وياهم كانوا على أساس يروحون العمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أين كان يأخذ ستة شهور وخمسين في المئة المركوب ما يرجع لأنه ممكن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب ولا زوجت ذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على أساس أطرقهم بسرعة على أساس ما أخرق لو كل واحد يرجع الخلفية في التاريخ أو يروح عند هله وينسكون أمه ولا جدته بيحصلهم في قرية أين كان قرية وبيحصل هالقرية ما قل فيها من جنس آخر اليوم نحن المتأثرات اللي موجودة علينا ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة مدينة جارك ما هو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر بس أريد أشرحها بالطريقة هاي وأقول أن اللي يأثر علينا واي ونحن في المقابل ما عندنا أنتباية أكلة ما عندنا المضاد الحيوي ناخذه والإنتيك اللي ناخذه ناخذه من وقت قصير من الوالد للوالدة والأصدقاء اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أننا نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت طيب أنا وايد أقدر تاريخ اليابان اليابان هذه المادة دخلت في منهاج الياباني ومنهاج التربية والتعليم اليابانية سنة ألف وثمانمائة وآخر سبعين يعني دعنا نقول في آخر ألف وثمانمائة نحن نتكلم عن حوالي مية واربعين سنة طيب ليش الياباني ندخلوها لأنه حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد بتنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحط الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مو بقريب وايد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلانة أو فلانة شو رايك طيب نحتاج أيضا شي ينبهنا في أن نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ما نبه أن تنخطف عنها ما نبه أن يدخل علينا شي غريب يخرب من قيمنا قبل ما نتفق على أن تكون هنا جامعة إنوأيو في بلادكم تلاقيت هي مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولاً لكن شو اللي خلاني أتشجع أن تكون جامعة إنوأيو في دولة الإمارات عامل رئيسي مهم هو أنها تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن إنوأيو موجودة في الأرجنتيا فرع موجودة في باريس وعندي علم أتكلم عن كذا سنة أنها تفتح في آسيا أظن أن الآن فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون قصة باكستان لما تكلمت في باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي يانا هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدينا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردت الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا تكون غير مسيطرة عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك أنت تسيطر في أنك أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة وتدخل مادة أخرى اللي موجودة ومميزة فيها إنوأيو نحن كمجتمع شرق أوسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا أن نحن دائماً صح وهذه كارثة يا عيالي حقيقة ترى أن نحن ما اخترعنا الويلة على أساس نكون دائماً صح وعلى فكرة العلم هذا مو مربوط بسن العلم هذا مربوط باجتهاد لكن نحن كعرب تعلمنا دائماً نقول نحن صح وهذه تحدي في الكلتر مالنا ترى في ناس وايد صح هناك تحت الطرف الثاني من الكرة الأرضية والطرف الآخر صح أيضاً أنا ما ريد أخوض في هذا الموضوع كثير لكن اللي يريد أقول أنه في ناس صح في طرف آخر نتعلم منهم مبعيب ترى سنغافورة قبل خمس سنة وخمسين سنة عفواً كانت مستنقعات وإذا تعرفون الأسباب إذا قريتوا عن هذا الموضوع السنغافورة كيف خرجت من ماليزيا السباب بتعرفونها بعدين لكن كيف سنغافورة وصلت إلى اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو شيباننا يتعالجون مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في العالم كوريا الجنوبية على أساس الشيب الشيء يذكر كانت لقبل عشرين سنة تاخذ معونات من دول غنية اليوم من الجي تونتي نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتشة للطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد خمس وعشرين سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشينا ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقوده يهم ونفوز نحن بالعقود والربح شركات إماراتية كنت أقول بالنسبة للثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم ما في ثلاثة مليون برميل بدونكم ما نقدر نكمل المسيرة لهذا السبب اسمه الشيخ محمد بن راشد لحفظه وحفظكم قام بخلق وزارة باسمكم مش وزارة باسم غيركم باسمكم انتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة اللي حصلها أولاد أكفى منها حطينا ما حصلناها بهاي المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام انتم طيبين إن شاء الله يقال دائماً لمرات فيها ريال لمرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال انتم نحن لازم في مثل يقال في الغرب يقول نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50% و لا لا حقيقة هي الأم والمربية وهي الأخة وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم لكن اللي يهم في الموضوع هذا أن نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجمه الكامل وإن شده شد بحيث أن نستفيد من كل فلس فيه هو أن نحن نستفيد منكم ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم في مناصب لما أنا كنت ضابط القوات المسلحة ما كنت أحلى من المرأة وممكن تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها مريم المنصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتوا طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم المبروكات والله أريد أن تسلموا لي على أمهاتكم المبروكات وبالنسبة إلي ما أريد ما أريد يفوتني أيضا أن نذكر أمهات شهدانا أريد أتحدث بمصطلح الإماراتي شوي أكثر نحن الحرم المبروكة لما جيب لنا ولد أو بنت مبروكة نقول يا أل بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه الأمهات اللي أنا زرتوا وتحدثتوا فقدوا أعز ما يملكون واحد أنا أشهد أنهم ربا وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أقول أن هذين الأمهات ترى حقهم علينا هنا يعني لا يمكن أن ننساهم وهن بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أنها متأثرة فرديت عليها تطرح مرة ثانية وكان طرحي أمي يعني أحسن الله أعزاتك ونحن أعيالك كلنا قالت يا محمد أنا وبزعلان أنا متأثرة على ولدي يغالي يسار أنا وبزعلان أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فاتفاجأت كيف أم فاقدة ولدها ظناها تبا تشكرني في هذاك اللحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هناك تعرفون هاي النظرية شو تقول بالنسبة لي أنا هاي نظرية استراتيجية على فكرة في كل حدث حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرت هيك لين بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة اللي كانت تكلمني ما كانت متعلمة كانت أمكم خدكم لكن تشوفوا الموضوع بطريقة ثانية في عندنا أمهات في هذه البلد خلقتهم الأحداث قسم بالله يا عيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يعني يفتخر أن عندنا نساء بهذا الشكل كل عام أنتوا طيبين أمهات 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 الموضوع الموضوع مهو بصعب أو مستحيل أحدد أنك أنت تروح في مكان تحترفي يو بي بروفشنال مو بتروح في مكان أنت هاوي تروح له في فرق بين الهواية والاحتراف نحن عندنا هواية كريائي لنلعب كرة قدم كرة طائرة كرة يد هاي هواية تشتغل مهندس في أدنك تشتغل في اتصالات مهندس تشتغل في شركات إلى أخري وهي المناسبة تذكرني بس بمعرة ضايدكس معرة ضايدكس مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن في شركات أخرى يعني ما أريد أتحدث عنهم لكن الشركات هذين ممكن سمعتهم واحدة اسمها دارك ماتر واحدة اسمها أرف شفت مهندسين ومهندسات موجودات يسوون تقرية على فكرة خمسين أو ستين في المئة ما لها دخل في الشرق العسكري لكن عندهم كواليتي نوعية من الصناعة أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي بيدين تصنع بيدين مهندسين إماراتيين تخصصات المختلفة التي أنتم تفكرون فيها بدون شك نحن نحتاج إلى تخصصات الهندسية هذا التخصص اللي نحن ما نقدر نقول كفاية منه وهذا التخصص اللي في المستقبل هو مستقبل أمة ولكن بلادكم بتقبلكم في تخصصات مختلفة يا عيالي فلا تفكروا في هذا الموضوع وايد المهم أن تركزون على أن هذه احتراف وليس هواية أنا من الناس المتفائلين جداً مثل ما ذكرت مساعبكم ومتفائل جداً في خمسين سنة جاية مع العلم أننا نحن في منطقة غير مستقرة منطقة صعبة فيها تحديات فيها وجهات نظر مختلفة لكن أنا عندي قناعة أن بلادنا اللي مرات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيرانا وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق في أرقام حقائق والأرقام يا أخواني يا أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسب صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن أنا قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط وتعرفوا شو حاولنا نسوي نحن في دولة الإمارات خلال الستين سنة لمرات ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحن نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أن نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة خمسين والرطوبة مية والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل رسالة إيجابية توصل شرق وغرب أقصاه إلى أقصاه وهذه حقيقة لما تكلمنا عن اليابان بساعة تكلمنا عن المادة اللي خليني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان ما اليوم خلتني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن ترى مستعدين نخدم بلادنا في كل شيء أنا ما ريد أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار ترى مو بعيب الواحد يشتغل يا أخواني في بلاده يخم لا والله بكمل سمح لي بكمل مو بعيب واحد يشتغل في بلاده يسوق تكسي وخاصة إذا كانت مناسبة إذا في شيء اسمه إكسبو ونحن قاعدين نعرض للعالم والعالم كله موجود عندنا في دولة الإمارات لازم نظهر للعالم مو بالمبنى اللي موجود الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعدن أشوه أيضاً 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 تحترم نفسك أنا متأكد أنكم قريتوا هذا الموضوع وعرفتوا عن هذه البلد وعداته وتقاليده لكن ترى هذا ما يجي من فرق مش معقولة اليابان صار فيها هذا الأدب والأخلاق والاحترام بناء على نحن بنقول في اللجنة المحلية الضرب الوسمي وظهر العشم لا ما مو بالطريقة هاي هذا جيل يورث على جيل هاي صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحكها جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل واحدة منكم سفير لبلاده يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلاده ومجزاته أو ينظر لبلاده وحبه وحجم حبه لبلاده يقول أنا بتصرف بطريقة هاي لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعة بلادنا أبداً وايد مهم أننا نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتوا سفراء حد منكم بيبقى حد منكم بيروح يتعلن برا الناس ما بتعرف هذا الإنسان اللي جايينها اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن كنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد لأن كنا كلكم راعاً كلكم راعاً على سمعتها البلاد وخاصة الإنسان لما يتغرب أرجع مرة ثانية وأقول أمل فيكم كبير لأنكم أنتوا تعلمتوا صح وأنتوا تربيتوا صح وأنتوا أحسن مننا ولازم تكونون أحسن مننا مو بكيفكم لازم تكونون أحسن من إبهاتكم ويدودكم هذا السلاح اللي أنتوا تشلونا عشان المرحلة الجاية مرحلتكم لازم تكون سهلة لكن سهلة بالعلم اللي بتعلمونا سعد تشوفكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتوا طيبين السلام على أهل العيالي شكرا شكرا